أكد صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفد ولي العهد على عمق العلاقات الثنية التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تتسم به من تميز على كافة المستويات منوها بحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المثمر وتوطيده بينهما بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين مزيدا من التقدم والنمى جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بإقاصة القضيبية اليوم ساعدت السيدة سهى إبراهيم محمد الفار سفيرة جمهورية مصر العربية بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة حيث رحب سموه بالسفيرة وأعرب عن تمنياته لها كل التوفيق في مهام عملها دعما وتعزيزا لعرى التعاون بين البلدين الشقيقين مشيرا سموه إلى دور جمهورية مصر العربية الشقيقة في دعم التضامن العربية وجهودها الكبيرة في مواجهة كافة التحديات التي تمر بها الأمة والتي في مقدمتها الوقوف في وجوه خطر الإرهاب بشتى صوره منوها بما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة دعمت أسس العلاقات والروابط الاستراتيجية بين البلدين في ضوء الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والتي أسهمت في بلورة العديد من مناح التعاون الاقتصادي والاستثماري وغيرها من المجالات المختلفة من جانبها أعربت سعادة سفيرة جمهورية مصر العربية عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يليه سموه من حرص لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتطلعا إلى أن تسهم من خلال مهامها في مملكة البحرين نحو المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات